أصدر مجلس رؤساء الكنائس في الأردن بياناً أعلن فيه إلغاء جميع فعليات وأنشطة ومظاهر عيد الميلاد المجيد لهذا العام وذلك احتراماً للضحايا البريئة ولدماء شهدائنا الزكية في غزة وعموم فلسطين وأوضح المجلس أن هذا الإعلان يأتي في هذا الوقت العصيب الذي يمر على قطاع غزة وعموم فلسطين من صفك للدماء وتدمير للبنى التحتية وقصفاً للمستشفيات والكنائس والمساجد والتهجير القصري للسكان مستنكراً ما يرتكبه العدوان الإسرائيلي من أعمال بربرية ضد الإنسانية كما قرر المجلس التوحد خلف الرأي المستقيم الذي تمثله المملكة الأردنية الهاشمية وعلى رأسها جلالة الملك عبد الله الثاني الصوت الصارخ بالحق في هذا العالم مثمنين كل الجهود الأردنية الدؤوبة لإخراس صوت الحرب كما أعلن المجلس رؤساء الكنائس في الأردن بأن جميع تقديمات الكنائس ليوم الأحد القادم سيكون ريعها لصالح قطاع غزة وأهله حثينا الجميع للتبرع من خلال القنوات الرسمية التي وفرتها بعض كنائسنا للغرض ذاته ترجمة نانسي قنقر